السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام مهما تعثرت لا تفسح للندم مكانا ليجلس بجانبك ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهدائهم وبيبدأ فيلمنا بالمحامية جوليتا واللي بتكون داخلها قسم الشرطة علشان تشوف صديقها لورينزو واللي بيكون مقبوض عليه وبتقعد مع جوليتا وأول ما بتقعد بيقول لها لورينزو إنها لازم تساعده وبنرجع فلاشبك لفترة كبيرة وراء وبنشوف لورينزو وامراته سيجريد وهم رايحين على بيت جوليتا وجوزها ريناتو لأنهم عاملين حفلة صغيرة بمناسبة جوازهم وبنعرف إن جوليتا تعرف لورينزو لأنه رسام وكان بيديها درس رسم زمان وبيقفوا يتكلموا مع بعض وبنعرف إن سيجريد تبقى عليمة أحياء وبيشربوا سوا كلهم لكن سيجريد بترفض تشرب وده لأنها عايزة تحمل وعرف إن الكحول ممكن يأثر على فرص حملها وبنشوف بعد كده جوليتا وهي وقفة مع لورينزو وبتسألوا عن مراته الأولى فبيقول لها إنه ما يعرفش حاجة عنها لهي ولا بناتو الاتنين من ساعة ما سافروا مع مامتهم كندا وبيقول لها إنه دلوقت مركز على حياته مع سيجريد وبيبدأ معها حياة جديدة وبيتمنوا إنهم يجيبوا طفل ويكونوا أسرة وبعدها بيسألها عن وضعها مع ريناتو فبتقولوا إنهم بيحاولوا في موضوع الخلفة هما كمان لكنهم بيوجهوا شوية صعوبات وبعد كده بفترة بنشوف لورينزو وسيجريد وهم وقفين في معرض لوحات لورينزو مشارك فيه وبيكون فرحان جدا وبعد شوية بتدخل عليهم جوليتا وبتسلم عليهم لكن ما بيقدروش يقفوا مع بعض كتير وده لأن سيجريد بتتعب وبيمشوا على طول وبعد ما بيمشوا بيسألها لورينزو عن سبب تعبها فبتقولوا إنها حامل فبيحس لوورينزو إنه طير من الفرحة وبيسألها هي عرفت إزاي فبتقولوا إنها عرفة الموضوع ده من كذا أسبوع فبيتصدم لوورينزو وبيسألها هي ما قالتلوش ليه فبتقولوا إنها كانت مستنية بس الحد ما تتأكد وبمجرد ما تأكدت أهي قالتله وبنرجع مرة تانية للوقت الحالي وبتطلب منه جوليتا إنه يساعدها بأي حاجة قدام القاضي علشان تقدر تخرجه من القسم وده لإن لوورينزو سجله مكتوب فيه إنه كان مود من كحول ودي حاجة هتضعف موقفه قدام القاضي وبتقولوا إن كده مراته هتقدر تثبت إنه خطر عليها وبيكون هدف جوليتا إنها تثبت للقاضي إن القاضية دي مجرد حاجة كيدية من مراته وبعد كده بيروحوا يقابلوا القاضي وبتنصحوا القاضية إنه يروح لدكتور نفسي فبيتعصب عليها لورينزو وبيقول لها إنه صاحب الحق وإن مراته هي اللي بتكدب فبتؤمر القاضية الحراس إنهم يخطوا بعيد وبتحاول جوليتا تهديه وبتقوله إنها هتقدر تجيب له إخلاء سبيل وبتعرف فعلا إنها تجيب له إخلاء سبيل من القاضية لحد ما عاد القضية اللي سجرد رفعها عليه وبتطلب منه جوليتا إنه يكون حازر وما يعملش أي مشاكل لإنه خارج على ضماناتها هي ولو تمسك بأي تهمة هي تسجن وهي كمان هتتسحب معاه فبيتعصب لورينزو وبيشكلها همه وده لإنه بقى مش قادر يشوف ابنه من سجرد بعد ما منعته عنه ومش قادر يشوف بناته من مراته الأولى هي كمان وبيقول لها إنها مش هتحس باللي هو بيقوله وده لإنها مش أم وما تعرفش الإحساس ده لكنه بيحس إنه عكف الكلام وبيتأسف لها وبتقبل جوليتا أسفه وبتطلب منه إنه يحكي لها كل اللي حصل فبيحكي لها وبيقول لها إنه بعد ما عد فترة على حمل سجرد ومع قرب موعد الولادة الدكتور يتكلم مع سجرد إنه يحجز لها قوضة في المستشفى علشان تولد فيها لكن سجرد رفضت وقالت له إنها عايزة تولد في البيت زي ما هي تولدت ولكن الدكتور بيقول لها إن ده خطر على الجنين فبتقول له سجرد إنها هتعرف تأمن البيت بتاعها وتعقمه كويس وده لإنها عليمة أحياء وبيستغرب لورينزو من إصرار سجرد على الولادة في البيت وبعد ما بيخرجه بيقول لها لورينزو إنه موافق على موضوع ولادتها في البيت ده علشان ما يدايقهاش وبيقول لها إنه هيجيب لها دكتور كويس علشان يولدها في البيت لكنها بترفض وبتقوله إنها هتبقى تتصرف وبعد كده بنشوف لورينزو وهو واقف يرسم في المرسم بتاعه في البيت وبتروح له سجرد وبتطلب منه يوقف رسم ويبعد الحاجات بتاعة الرسم دي بعيد عن المكان فبياخدها وبيطلعها القوضة موجودة في أعلى البيت وهو في القوضة دي بيشوف من الشباك سجرد بتدي حقنة لنفسها في البطن فبينزل لها بسرعة وبيقول لها إنها كانت لازم تستشير دكتور قبل ما تاخد أي دوة لكنها بتطمنه وبتقوله إنها عرفة بتعمل إيه كويس وبينشوف لورينزو بعد كده وهو بيرسم وبيحاول يفتح قلبة الألوان فإيده بتتعور فبينزل تحت علشان يعالجها وأول ما بينزل بيتفاجئ بواحدة عجوزة في وشه وبيجيلوا سجرد وبتعرفوا عليها وبتقوله إن دي تبقى جود روم المربية بتاعتها واللي ولدت أمها زمان وبتقوله إنها جاي علشان تقعد معاها وتربي ابنهم اللي جاي فبيعترض لورينزو وبيقول لها إنه محدش هيربي ابنهم غيرهم لكن سجرد بتصر وبتقوله يروح يجيب حاجة يطهر بيها الجرح بتاعه فبينزل لورينزو على قوضة سرية تحت البيت وده بيبقى المختبر بتاع سجرد وأول ما بيدخل بيلاقي سجرد عندها كتب كتير تخص الأجنة وصور كتير للجنين البشري في كل مراحل تكوينه وبنشوف بعد كده لورينزو وهو رايح على قوضة النوم وبيتفاجئ أول ما بيفتحها إن سجرد أسمت القوضة بينه وبينها وغيرت لونها فبينزل وهي قاعدة مع جيدروم وبيسألها عن أسباب التغيرات دي فبتقوله إنها عملت كده علشان ابنهم ما يزعجهوش بعياته لما ييجي لكن لورينزو مش بيدخل دماغه الكلام ده وبياخد بعضه وبيطلع ينام وفي يوم بيصحى لورينزو على صوت صريخ مراته وبيروح جاري يشوفها وبيلاقي إنها بتولد ولما بيحاول يدخل القوضة مش بيعرف لإنها مقفولة من جوه وبيحاول يدخل بكل الطرق لكنه مش بيعرف وبعد ما بتخلص الولادة بتفتح له جودروم وبتدخله وبيشوف ابنه الأول مرة وبيتفقوا إنهم هيسموه هينريك وبعد فترة بتروح جوليتا وريناتو لبيت لورينزو علشان يهنوه وبيرحب بيهم لورينزو وبيروح يجيب هينريك علشان يشوفوه وبتخرج عليهم سيجرد بيه لكنها بتبقى مغطية وشه كله ولما بتسألها جوليتا عن السبب بتقول لها إنها مش عايزة تعرضوا لأي ضوء فبتحس جوليتا إن سيجرد مش عايزهم يشوفوه وبيدوها الهدية بتاعت هينريك وبيمشوا بعدها وبعدها بشهور بيكون هينريك كبر شوية وبيحس لورينزو إنه مش كويس لكن سيجرد بتقوله إنه كويس وإنه تعبان تعب بسيط لكن لما بيحط لورينزو إيده عليه بيلاقيه سخن جدا فبيقول لها إنه عاوز يوديه للدكتور فبترفض سيجرد رفض قاطع فبيتعصب لورينزو وبيطلع يشغل نفسه بالرسم لكنه بيتعصب أكتر ومش بيرسم حاجة وبينزل ياخد هينريك وبيلبسه علشان يروح به للدكتور وبتمنعه سيجرد بكل الطرق لكنه بيصر يروح فبتمسكه من رقابته وبتخربشه فبيرميها لورينزو على الأرض وبياخد هينريك وبيمشي ولما بيروح للدكتور بيقوله إنه عنده ميكروب بسيط ومش محتاج دواء فبيرجع لورينزو للبيت بعد ما اتطمن على هينريك وأول ما بيرجع بيلاقي سيجرد وجود روم واقفين مع الشرطة قدام البيت وبتاخد سيجرد هينريك من إيده وبتمنعه الشرطة من دخول البيت لإن سيجرد رفعت عليه قضية عم في منزلي وبيحاول لورينزو إنه يتكلم مع سيجرد لكنها بتسيبه وبتاخد جود روم وهينريك وبيدخلوا البيت وبيمشي بعدها لورينزو وهو مش عارف يروح فين وفي النهاية بيروح لجوليتا وريناتو وبينام عندهم في قضة الضيوف وأول ما بيصحى الصبح بتقوله جوليتا إن مراته خادت حكم بمنعه من إنه يشوف ابنه لمدة تسعين يوم لإنه خطر عليهم فبيتصدم لورينزو من الكلام ده وبيقول لها إنه معملهاش أي حاجة وإن هي اللي تهجمت عليه الأول وبتسأله لو كان رجع للكحول تاني لكنه بينكر ده تماما وبيقول لها إنه هيشوف أي مكان تاني يباد فيه الفترة دي لكن جوليتا وريناتو بيمسكوا فيه وبيطلبوا منه يفضل معاهم الفترة دي وفعلا بيفضل معاهم وبعد ما الفترة بتخلص بيرجع لورينزو البيتو وهو متحمس ومعهدية لهيناريك وأول ما بيدخل بيلاقي جودروم في وشه وبيدخل علشان يشوف هيناريك لكن أول ما بيشوفه بيحس إن في شيء غريب ولما بيقرب منه بيلاقي إنه مش هيناريك الحقيقي وبيفضل يلف في الشقة على سيجرد وهو بيقول لها إن ده مش ابنه وبيسألها عما كان ابنه الحقيقي فبتهدده جودروم إنها هتبلغ الشرطة لكنه مش بيهتم وبينزل للمختبر وبيحاول يدخله لكن مش بيعرف لإن الباب بيكون مقفول فبيجيب حديدة يفتح بيها الباب وفي الوقت ده بتوصل الشرطة وبيقبضه عليه تاني وبنرجع مرة تانية للوقت الحاضر وبنلاقي إن لورينزو أجر شقة ليه لوحده وعايش فيها مع لوحاته وفي يوم من الأيام بيجيله محضر من المحكمة وبيلاقي إن سيجريد عايزة تتصالح معاه وتخليه يشوف هينريك فبيفرح لورينزو وبياخد لوحة من لوحاته وبيروح بيها الجوليتا وبيقول لها على اللي حصل وبيسألها عن تطورات العلاج بتاعها في موضوع الحمل فبتقوله إنها فقدت الأمل خلاص وقررت إنها تتبنى طفل وبنشوف لورينزو جوليتا وهم قاعدين في جلسة التصالح في المحكمة مع سيجريد والمحامي بتاعها وبتقول سيجريد للقاضية إنها عايزة هينريك يتربي في أسرة عادية ويختلط بأبوه أمه حتى لو كانوا منفصلين وبتوافق جوليتا على ده فبيطلع المحامي بتاع سيجريد وراء وبيقول لورينزو إن أهل سيجريد اللي في بولاندا عايزين يشوفوا هينريك وعلشان كده هو عاوزوا يمضي على موافقته على سفر هينريك فبترفض جوليتا لإنها ما تضمنشي إنهم مش هيهربوا بالولد لكن لورينزو بيقول إنه موافق يمضي على أي حاجة لكن يشوف ابنه الأول فبتقول له سيجريد إنها هتدهول ويقعد معاه اليوم كامل فبيمضي لورينزو وفعلا بيروح لورينزو لبيته مع جوليتا وهناك بيلقي جود روم مستنياء ومعاها هينريك المزيف ولكن لورينزو بياخده على عكس المتوقع وبيروحوا على بيت جوليتا وهناك بيقعد ريناتو جوليتا يلعبوا معاه وبيكونوا طيرين بيه وبيشوفهم لورينزو بيقولوهم يعتبرو ابنهم الروحي وبيسيبهم معاه وبيروح الحمام ولما بيدخل الحمام بينط من الشباك وبيروح لبيته وبيتسلل لحد ما بيدخل للمختبر وبيلاقي هناك هينريك الحقيقي وهو نايم في سرير المختبر وفجأة بيلاقي سيجريد جاية من وراه ومسكة بندقية وبتهدده إنها هتخلص عليه لو ممشيش وبتقوله إنه محدش هيسأل فيه لإنها واخد عليه حكم بعدم التعرض وفي الوقت ده بيحس ريناتو جوليتا إنه لورينزو تأخر جدا في الحمام فبيروحوا يشوفوه ولما ما بيردش بيكسر ريناتو باب الحمام فمش بيلقوه فبيقلقوا وقلقهم بيزيد أكتر لما بيدخلوا قوضة الضيوف اللي مقفولة من ساعة ما لورينزو ميشي منها وبيلاقوا إنه لورينزو رسم رسومات كتير جدا لهينريك وفق عمار مختلفة وبيتوقعوا ساعتها إنه أكيد راح لسيجريد ولما بيروحوا بيلقوا عربيته فعلا قدام البيت وبيخبطوا على الباب لكن محدش بيرد وما بيكونش فيه أي أثر لأي إنسان موجود فبتروح جوليتا ناحية شباك القوضة اللي تحت البيت وبتكسر الإزاز وبتتصدم أول ما بتشوف جثة لورينزو على الأرض وبتبلغ البوليس على الفور ولما بتيجي الشرطة بيدوروا على جود روم وسيجريد في كل مكان لكنهم مش بيلقوهم وساعتها بيعرفوا إن سيجريد هي اللي خلصت عليه وبتروح جوليتا للزابط وبتقوله إن الطفل اللي معاهم ده يبقى هنريك ابن لورينزو وبتقوله إن أبوكا موصيهم عليه قبل ما يموت وعلشان كده بتطلب إنه يفضل معاها فبيقول لها الزابط إن الموضوع ده المفروض بيكون فيه إجراءات كتير وبيوعدها إنه هيساعدها في الموضوع وبعد سنتين بنشوف ريناتو جوليتا ومعاهم هنريك المزيف وبنلاقي إنهم قدروا فعلا يتبنوه وبيكونوا فرحانين بيه جدا وعيشين مع بعض حياة سعيدة وبيكونوا بيتفسحوا في البلد وبيقعدوا في مكان وبتروح جوليتا علشان تجيب آيس كريم لكن وهي مشية بتشوف جود روم وبتكون شايلة شنط كتيرة فبتروح جوليتا وراها من غير ما تحس وبتبضل مشية لحد ما بتدخل في الغابة وبتوصل لبيت وهناك بتلاقي سجرد عايشة حياتها عادي ومعاها جود روم وبتستنى جوليتا لحد ما اللي اتنين بيدخلوا البيت وبتقرب من الشباك وبتقطع حتة قماش كانت عليه وبتشوف قدامها هينريك ابن لورينزو وبتتأكد ساعتها ان لورينزو كان عنده حق لما قال ان الطفل اللي معاهم ده مش ابنه وان سجرد هي اللي مخبية ابنه لكن بيكون الاوان فات خلاص وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصل لك كل ملخصات HD فيلم